من جديد تصيب شضايا الحرب في أوكرانيا جيرانها فبعد القصف الروسي على جنوب غربي أوكرانيا والذي نالت نصيبها منه مولدوفا ها هي صواريخ الحرب تصل بولندا في الجوار الشمالي لأوكرانيا حسب ما صرحت وزارة الخارجية البولندية صواريخ روسيا انصحت رواية الخارجية البولندية التي تلقفتها الولايات المتحدة يبدو أن تداعيتها لن تمر كما مرت شضايا صواريخها التي سقطت في مولدوفا آثار الصواريخ دفعت وارسو في رد فعل سريع إلى المطالبة بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الشمال الأطلسي التي هي عضو فيه ما يعني إعلان الحرب ورد الاعتداء بموجب الميثاق إجراء لو اتخذ فإن العالم سيذهب إلى طريق يحاول العقلاء حماية العالم من الذهاب إليه في أول رد فعل الرئيس البولندي عمدريد دودا على القصف أكد أن بلاده ليس لديها أدلة قاطعة بشأن الصواريخ الروسية التي سقطت على راضيه وأن بلاده ستتصرف بهدوء شديد حيال الإجراءات اللازمة تجاه الحدث هذا الهدوء الذي تحلى به الدودا يبدو أنه ناجم عن رؤية عميقة للأشهر الثمانية الماضية التي مرت بها الجارة أوكرانيا فهالة الحرب الروسية وإن لم تحقق انتصارات كبيرة إلا أنها حققت خسائر أكبر بكثير مما كان يتخيل الغرب الذي دفع كيف لمصيرها في تلك الحرب وزارة الدفاع الروسية في بان لها أكدت أن قواتها لم توجهاي ضربات ضد أهداف قرب الحدود الأوكرانية البولندية يتزامن هذا البيان مع تحقيقات أولية أكدت أن الصاروخ الذي سقط على بولندا هو مما يصنف تحت ما سمته أمريكا في زمن غزوها للعراق بالنيران الصديقة ويبقى السؤال الذي قد يعرف كثيرون إجابته على الرغم من محاولات أمريكا حجبة لماذا كلما حاول العقلاء إطفاء نار أوقدتها واشنطن من جديد؟